وسع كرسيه السماوات والأرض قيل أن الكرسي هو علم الله وقيل حكمته وقيل بل مخلوق من مخلوقات الله ولكن أرجح الأقوال قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه الكرسي هو موضع قدمي الرحمن وإن كان مخلوق واحد وليس بأعظم مخلوق لله واسع وملأ وأحاط بالسماوات والأرض فما بالنا بالخالق العظيم والكرسي رمز للملك والحكم ودليل واضح على الألوهية المطلقة لله تبارك وتعالى ودعونا نتأمل جيدا في حجمنا الحقيقي بالنسبة لخلق الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابع والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم يا الله لو أدركنا هذه الحقيقة جيدا لما تقاتلنا على شيء من متاع الدنيا الزائل ما الأرض في الكون إلا ظرة تسبح في الفضاء من أنت يا من خلقت من نطفة لتعصي الله من أنت يا من خلقت من نطفة لتكفر بالله وأدرك تلك الحقيقة الموحدون بالله فانصرفوا عن حقارة الدنيا وحقارة المتاع الزائل وتوجهوا إلى النعيم المقيم إلى جنات عرضها كعرض السماوات والأرض وعدت للمتقين وجاء في الخبر وصحيح بن حبان أن السماوات على اتساعها بالنسبة للكرسي ليست إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه والفلاهي الأرض المكفرة والصحراء الواسع المترامية الأطراف بل هناك ما هو أعظم وأكثر ذاك الكرسي على اتساعه بالنسبة للعرش إنما هو كحلقة ملقاة في فلاه تأملها جيدا وقل آمنت بالله